اجتمع سعادة الدكتور عبداللطيف بالراشد الزياني وزير الخارجية في لندن مع معالي السيد هيمش فولكتر وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمملكة المتحدة وفي بداية الاجتماع أعرب وزير الخارجية عن تهنيه لمعالي سيد هيمش فولكتر بمناسبة تولي هذا المنصب في تشكيل الحكومة البريطانية الجديدة متمنيا له دوام التوفيق والنجاح مؤكدا حرص المملكة على تطوير الشراكة الاستراتيجية مع المملكة المتحدة الصديقة في إطار الحوار الاستراتيجي بين البلدين الصديقين من جانبه رحب الوزير البريطاني بزيارة وزير الخارجية للمملكة المتحدة مشيدا بما تشهده علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين الصديقين من تطور ونماء على كافة المستويات بما يخدم مصالحهم المتبادلة وأهدافهم المشتركة وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز وتنمية علاقات الصداقة والتعاون الثنائي القائم بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة في كافة المجالات والارتقاء بها إلى مستويات أشمل بما يلبي المصالح والتطلعات المشتركة كما بحث الجانبان مستجدات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والحرب على قطاع غزة والجهود العربية والدولية الهادفة للتوصل إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين وتسهيل إصال المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع والدفع بجهود إحلال السلام الشامل في المنطقة حضر الاجتماع مع الشيخ فواز بن محمد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة ترجمة نانسي قنقر